فحتى تقوم هذه الأسرة بواجبها وتستقر في حياتها فإنه يجب على الزوجين جميعاً أن يعطي كل منهما الحق الذي عليه ولا يقصر ينظر الزوج ما هي الحقوق التي عليه لزوجته من الاحترام والنفقة والسكن والإكرام والمعاشرة وغير ذلك من الأمور التي تعارف عليها المجتمع فيلبيها لها وهي كذلك ترى ما لزوجها من الحق عليها من الاحترام والطاعة والتبعلي والمعاشرة فتقوم بها فهذا هو الواجب حتى تستقر الحياة ستستقي مع الأمور فلا بد أن يعطي كل واحد منهما الحق الذي عليه للآخر ثم بعد ذلك يتعاونان على إقامة بيت مسلم بيت ترعاه العناية الإلهية ترعاه الله تبارك وتعالى لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فيلين قلبه على زوجته ويلين قلبها على زوجها فتراه بيتا مستقرا مهما جاءت العواصف الخارجية لتفسد الحياة في هذا البيت تجد أن الله تبارك وتعالى يذهب هذا كله ويطهر قلب الزوجة ويطهر قلب الزوجة من الغل الذي قد يكون على الآخر ثم بعدها تستقر أمور هذه الأسرة